بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس وسيكون بإذن الله تعالى استكمالا لدرس فضل الحرمين الشريفين وقبل أن نبدأ أيها الأبطال في درسنا الجديد تعودنا دائما أن أحسنتم أن نستمع إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجوء المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع الآن إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح نتعرف الآن يا أبطال على الأهداف الهدف العام معرفة فضل الحرمين الشريفين وأما الأهداف الخاصة فأولا أن يعرف الطالب وتعرف الطالبة الحرم المكي وموقعه ثانيا أن يعرف الطالب وتعرف الطالبة الحرم النبوي وموقعه ثالثا أن يذكر الطالب وأن تذكر الطالبة فضل الصلاة في الحرمين الشريفين الآن يا أبطال بعد أن تعرفنا على الأهداف ننتقل إلى درسنا والآن أريد منكم أيها الأبطال فتح الكتاب على صفحة أربعة عشر وننتقل مباشرة إلى النشاط الثالث وهنا يا أبطال نلاحظ صورة ماذا أحسنتم صورة الكعبة صورة الكعبة والكعبة تدل على ماذا أحسنتم على الحرم المكي على الحرم المكي الحرم المكي أيها الأبطال أين يوجد أين يقع هل يقع في مكة المكرمة البطاقة الأولى أو يقع في المدينة المنورة أين يقع يا أبطال في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة نريد الآن أن نصل الصورة بالموقع الصحيح الحرم المكي الكعبة تقع أحسنتم تقع في مكة المكرمة تقع في مكة المكرمة إذن نصل كلمة الحرم المكي بمكة المكرمة والآن يا أبطال ننتقل إلى النشاط الرابع وأريد منكم فتح الكتاب على صفحة خمسة عشر وهنا يا أبطال نريد أن نضع علامة الصح أسفل صورة الحرم النبوي أسفل صورة الحرم النبوي عندنا يا أبطال صورتان الصورة الأولى الصورة الأولى وعندنا الصورة الثانية أين هو الحرم النبوي المسجد النبوي هل هو الذي في الصورة الأولى أو الذي في الصورة الثانية أين هو يا أبطال أحسنتم الحرم النبوي هو الموجود في الصورة الأولى الحرم النبوي هو الموجود في الصورة الأولى ونضع تحته علامة الصح وأيضا لكي نؤكد هذه المعلومة يا أبطال دعونا الآن ننتقل إلى هذه الوسيلة وهنا نريد أيضا أن نحدد الحرم النبوي من خلال الصورتين في الصورة الأولى في الأسفل وكذلك الصورة الثانية ونريد أن نضع النجمة أسفل صورة الحرم النبوي هنا هذه الصورة هذه الصورة صورة ماذا؟ أحسنتم هذه صورة الكعبة وصورة الحرم أحسنتم المكي أما هذه الصورة فهي صورة رائع صورة الحرم النبوي أو المسجد النبوي إذا نضع النجمة أين في هذه الصورة صورة الكعبة أو صورة الحرم النبوي أحسنتم نضع النجمة أسفل صورة الحرم النبوي عرفنا الآن شكل الحرم النبوي أحسنتم يا أبطال الآن دعونا نستكمل النشاط وقبل أن نبدأ في النشاط هنا معلومة إثرائية تقول تقع المدينة المنورة في الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية وتمتاز المدينة المنورة بوجود الحرم النبوي فيها إذن نعيد المعلومة تقع المدينة المنورة في الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية وماذا يميز المدينة المنورة؟ يميز المدينة المنورة وجود الحرم النبوي فيها أو المسجد النبوي فيها عرفنا الآن أين تقع المدينة المنورة؟ أحسنتم في المملكة العربية السعودية وماذا يوجد في المدينة المنورة؟ يوجد فيها المسجد أحسنتم النبوي أو الحرم النبوي عرفنا الآن هذه المعلومة وحفظناها جيدا فدعونا الآن يا أبطال ننتقل إلى النشاط الخامس وأريد منكم فتح الكتاب على صفحة 15 هنا الآن يا أبطال في هذا النشاط نريد أن نرسم دائرة حول موقع الحرم المدني حول موقع الحرم المدني أو الحرم النبوي في الأسفل يا أبطال عندنا بطاقتان البطاقة الأولى والبطاقة الثانية ماذا تقول البطاقة الأولى؟ تقول مكة المكرمة والبطاقة الثانية تقول المدينة المنورة ما هي البطاقة الصحيحة؟ الأولى أو الثانية؟ أين يقع الحرم النبوي أو الحرم المدني؟ يقع أين يا أبطال؟ قلنا قبل قليل هل في مكة المكرمة؟ أو في المدينة المنورة؟ من يتذكر المعلومة التي قلناها؟ قلنا أن المدينة تمتاز بوجود أحسنتم الحرم النبوي فيها إذن الحرم النبوي أو المدني يقع في أحسنتم يقع في المدينة المنورة إذن نضع الدائرة على البطاقة الثانية نضع الدائرة على البطاقة الثانية أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم الآن يا أبطال بعد أن انتهينا من هذه الأنشطة عرفنا في هذا الدرس أن الحرم النبوي يقع أحسنتم في المدينة المنورة نعيد الحرم النبوي يقع في المدينة المنورة والمدينة المنورة تقع أين؟ أحسنتم تقع في المملكة العربية السعودية تقع في المملكة العربية السعودية الآن قبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور هناك توصيات أتمنى منكم الاستماع إليها فأقول حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذي إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب والطالبة وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج والطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية شكرا لكم إخواني وأخواتي أولياء الأمور وشكرا لكم أبنائي وبناتي على المشاركات الرائعة والجميلة ألتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته